بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظل الفلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد رسوله أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق السداء نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى نعم هو من مشايخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نعم نعم لماذا ندرس الفقه لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص ولهذا ندرس التوحي والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ندرس الفقه نعم لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب منهج سالكين مختصر نصيحة العلماء ذكر المسائل بالدليل ولابد أن نبدأ بالمختصرات قبل المطولات نعم طيب الفقه نريد نأخذ الكتاب كاملا بسرعة يعني باختصار نعم الفقه ينقسم إلى قسمين عبادات ثم معاملات نعم نبدأ دائما بالعبادات لأنها أشرب وخلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى قبل المعاملات تليفون أنا أعرف أعطينا التليفون ما في مشكلة أنا أريد أكتب أيضا يعني أنت تكتب فقط نعم عبادات نبدأ بها لأنها أشرف وخلقنا لنعبد الله ثم معاملات العبادات ما هي أركان الإسلام الخمسة الشهادتان وهذا فيه طهارة الباطن إذن كتاب الطهارة أول شيء ثم كتاب الصلاة ومع الصلاة الجنائز كتاب الجنائز نعم ثم بعد هذا الزكاة والصيام والحج من يعيد علي هذا؟ قلنا الفقه ينقسم إلى قسمين عبادات ومعاملات نعم أول شيء كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الجنائز كصيام حج تمام أتى بأركان الإسلام هؤلاء الفقهاء يؤلف لك الذي تحتاج يكتب لك الآن ماذا تريد الآن؟ أول شيء تريد تبيع وتشتري فيقدم لك كتاب البيوع تمام بعت واشتريت وحصل عندك مال ما تريد الآن؟ تتزوج يقول لك الخطباء ويعني شروط النكاح والعيوب في النكاح وكذا تزوج ماذا يصنع الآن؟ قال عشرة النساء تربية الأولاد تزوج وجاء الأولاد ماذا يريد الآن؟ كلا إن الإنسان ليطاع الرعاه استغنى الآن تبدأ المشاكل شبع وأكل وشرب وتزوج مشاكل الآن نعم طلاق طلاق وعدد صح نعم طيب طلق الآن إيش عندنا؟ أهل الزوجة الآن يأتوه ليش طلق أخوها أبوها صحيح؟ مشاكل شيء فالشيء جنايات نعم طيب بعد الجنايات إيش فيه؟ إلى المحكمة قضاء القضاء في شهادات وفي حدود نعم باع واشترى وورث وتزوج وطلق وجانى وحدود وقضاء إيش بقي الآن؟ يعطي الأطعمة الأشربة الذبائح الصيد الأيمان النذور نعم صنع كل شيء يريد يختم خلاص يختم بإيش؟ بماذا؟ الفقهاء وما انتهى من المشكلة الأولى يتزوج الثاني يسوه مشكلة ثانية؟ لا موارث مع البيوع الإرث مع البيع يختم الفقهاء يبدأ الفقهاء بالطهارة حتى تطهر الباطن قبل الظاهر توحيد يبدأ بالتوحيد يختم كتب الفقه إما بكتاب العتق يعني من النار أو الإقرار من كان آخر كلام لا إله لله الشيخ المؤلف ختم بالإقرار تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له ولنا ولكم بلا إله إلا الله ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت ما يترك التوحيد حتى في كتب الفقه نعم تمام مفهوم خلاص انتهى كتابة منهجسة والله انتهى نعم أهم شيء هذا أن تتصور الفقه هذه أول خطوة نعمة أو لا مررنا على كل يعني غالب كتب الكتب الموجودة في هذا الكتب نعم هذا أهم شيء من يعيد عليه نعم سبحان الله قلت سهل الآن يلا بسم الله نعم قسمين نعم عبادات ومعاملات وما يلحق بها نعم طهارة صلاة جنائز زكاة صيام حج المعاملات بيوع ومواريث نكاح طلاق عشرة نساء جنايات حدود قضاء نعم معروف يعني خلاص تمام طيب هذه الأبواب اللي تمور معنا نعم طيب بعد الدرس تفتح منهج سالكين وتقرأ الفهرس حتى تستحضر الأبواب التي سنمر عليها بإذن الله نبدأ بأي كتاب الطهارة الطهارة قسمين طهارة باطن وطهارة ظاهر باطن من الشرك والبدع والمعاصم وظاهر الظاهر قسمين حدث أكبر وأصغر أكبر بالاقتسال وأصغر بالوضوء وخبث يعني نجاسة تتحر من النجاسة في البدن والثوب والمكان خبث نجاسة لابد نطهر البدن والثوب والمكان من النجاسة الطهارة تكون بالماء وهو الأصل والماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس أو بالتراب وهو الفرع يعني التيمم نعم إذن ماذا سنأخذ في كتاب الطهارة؟ نعم من يقول لي؟ نعم نأخذ طهارة الباطن من الشرك إذا لابد تطهر باطنك ثم تطهر الظاهر أو يقال طهارة حسية وطهارة معنوية الطهارة المعنوية من الشرك الحسية حدث وخبث يعني نجاسة نعم طيب الحدث قال عندنا حدث أكبر هذا يرتفع بالاقتصال من يجب عليه الاقتصال؟ متى يجب الغسل؟ نعم من يعني؟ إسلام الكافر موت غير الشهيد أي إنسان يموت مسلم لابد يغسل وكفا إلا الشهيد إذا طهرت المرأة من الحيث والنفاس لابد تغتسل إذا خرج المنيم من مستيقظ أو نائم والجمع ستة هذه نعم كيف يغتسل؟ الاقتصال على صفتين صفة كاملة مستحبة وصفة سهلة الصفة السهلة ينوي بقلبه يسمي بسم الله يعمم جميع البدم بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمض واستنشاق واستنثار يخرج بهذا يصلي لاحتاج التوضع النوع الثاني اقتصال كامل يغسل الفرجين قبل ودبر ينوي بقلبه يسمي بسم الله يغسل الكفين يتمضمض يستنشق استنثر يغسل الوجه مع اللحية التخليل يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين يغسل؟ الرأس يروي بالماء مع الأذنين يغسل الشقة الأيمن ثم يغسل الشقة الأيسر ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى نعم يخرج بهذا يصلي الحدث الأصغر الوضوء ما هي نواقض الوضوء؟ الخارج من السبيلين مطلقا من القبل من الدبر من ذكر من أنثى فاسلي أي شيء يخرج منهما ناقض الوضوء نعم بول غائط دود حصى دم ريح أي خارج من السبيلين ناقض الوضوء الثاني زوال العقل إذا زال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر زوال العقل ذهاب العقل نوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر نعم يعني هذا الآن هناك جاء نعاس قال تشعر أسمع كل شيء قليل نعاس وضوء صحيح وهذا قال لا ذهب كل شيء زد حتى رأيت أني يعني سافرت إلى مانشستر سيد نعم خلاص وضوء باطل تمام هذا الثاني الثاني من نواقض الوضوء الثالث أكل لحم الجزوء الرابع الردة نسرع وضوء الصغير إذا يميز وفرق بين الأشياء نعم يخطي كثير من من يترجم يقول أنه في التمييز يقول هو البلوغ هذا خطأ نعم والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة ولابد أن تكون النية في كل الوضوء ما يستطيع أن يقطع النية في وسط الوضوء انقطاع موجب الوضوء يعني ما يستطيع توضى هو يخرج منه ريح مثلا أو لابد يقول انتظر حتى ينتهي خروج الريح بعد هذا توضى نعم لابد إذا كان ناقض الوضوء موجب للاستنجاع أو الاستجمار لابد يستنجأ أو يستجمر قبل وضوء مثاله الآن هو في دورة المياه هناك في الداخل أكرمكم الله بال ما يستطيع يتوضى حتى يقسل الذكر نعم يطهر المكان نعم نعم إزالة طهورية الماء وإباحة يعني ما يمكن يتوضى بماء نجس أو يتوضى يسرق ماء حتى يتوضى نعم إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر يعني مثلا يعمل في طلاء الجدران أو على يدي عجين لا يستطيع أن يتوضى حتى يزيل هذا لأنه لابد أن يصل الماء إلى أعضاء الوضوء نعم المرأة بعض النساء يضعوا أشياء هنا على أظافر تسمى عندنا في اللغة العربية أو في يعني عرفها الناس يسموها مناكير يعني جمع منكرات فلا يصح والله هكذا تسمى مناكي فلا يصح أن تتوضى حتى تزيل هذه المنكرات حتى يكون وضوء صحيح نعم نعم بس أظافر صناعي لا ليس أظافر بويا بويا نعم 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 كل منكرات سواء لسق أو كذا كل منكرات نعم نعم طيب كيف يتوضى سفة الوضوء ينوي بقلبي يسمي بسم الله يسلح وقسل كفين يتمضمض يستنشق يستنثري يأخذ الماء بيد اليوم ويدخل الماء في فيه يسحب الماء بمن خريه يمج الماء فيه هواء مع يده اليسرى نعم لكن هواء يستنثري نعم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يقسل الوجه من منبت الشعر المعتاد أو منحنة جهبها إلى أسفل الدقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن مع ما استرسل من اللحية مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ثم يقسل لابد جميع اليد الكف هنا هنا ركن ليس مثل الأول سنة أنا لا يقسل الكف مع المرفق دون أن يشرع في العضو اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس لا يقسل يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى يدخل سباحتي في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام من ظاهرهما نعم فروض الوضوء ستة طيب الرجلين يغسل الرجل اليمنى مع الرجل اليسرى مع الكعبين دون أن يشرع في الساق ثم يقول الدعا الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام استحبابا فروض الوضوء ستة غسل الوجه مع المنظمة واستنشاق واستنثار غسل اليدين مع المرفقين مسح الرأس مع الأذنين غسل الرجلين مع الكعبين الترتيب الموالى متابع يعني ما يفصل يعني مثلا بعد أن غسل الوجه جاء اتصال من شيخ إبراهيم قال كيف الحال قال والله بخير قال متى تنتهي الدورة قال إن شاء الله غدا قال ماذا أخذتم اليوم قال والله أخاذ بعدين يكمل الوضوء لا نعم لا بد أن يكون عبادة متصلة نعم نعم التيمم التيمم صفة التيمم يعني بقلبي بسم الله يضرب على الأرض على التراب على الطين على الرمل على الحصة على الصخر رمل طين حصة صخر موكيت لا سجاد قماش جدار سيراميك لا خشب لا ضربة واحدة بدون تفريج الأصابع بدون ضربة واحدة يمسح الوجه وظاهر الكفة اليمنى وظاهر الكفة اليسرى متى يتيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء مثل برد شديد أو مرض مثلا نعم نعم والله أعلم صلى الله على النبي محمد وعلى الصحبه وسلم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر